بسم الله الرحمن الرحيم يا تاسع ان شاء الله يا ميس هلا راح نبلش بالوحدة الجديدة اللي هي النسب المثلثية ميس قبل ما نبلش بالوحدة راحين اول شي سيما تعودنا نحكي شوي عن عنوان الوحدة عنوان الوحدة تحكي نسب ومثلثية النسب يا تاسع الكل بيعرف ان هي عبارة عن نسبة كسر بسط على مقام اذا جوابنا في هاي الوحدة راح تكون اغلبها عبارة عن بسط على مقام طيب إيش بالنسبة لكلمة المثلثية فهي عبارة يامس عن أشياءات تتعلق بالمثلث إذن هاي النسب تتعلق بمين بالمثلث وأزيدك كمان شغلة إنه هي مش أي مثلث وإنما المثلث القائم الزاوية يعني أنا يا تاسع خصوصا في أول ثلاث دروس رح يكون أكثر تعاملي مع المثلثات القائمة الزاوية تمام طيب قبل ما نبلش يامس هلا النسب المثلثية هاي رح نتعلم ثلاث نسب مثلثية شو هم؟ عندك الجيب وبنرمز له بالرمز جيم ألف جيب وعندي الجتة أو جيب التمام وبنرمز له بالرمز جتة وعندي الظل وبنرمز له بالرمز ضاد ألف تمام هلا قبل يامس ما نبلش في هدولة الثلث دروس بدنا نراجع شوي مع بعض المثلث القائم الزاوية كونه أنا كل حكي عن مثلث قائم الزاوية شوفوا علي أول شي بنعرف أو بنذكر مع بعض أنه دائما مجموع زوايا المثلث كم بساوه 180 درجة إذن دائما هاي ما بننساها أنه مجموع زوايا أي مثلث في الدنيا 180 سواء كان قائم حاد منفرج ما بتفرق يعني على سبيل المثال إذا أجد حكيت لك جدي قياس الزاوية سين بدنا نحكي عن المثلث الأول إذا جبت لك هالمثلث فيه الزاوية 50 والزاوية 80 وهاي الزاوية سين مباشرة رح أحكي إنه الزاوية سين تساوي 180 ناقص 50 زائد 80 صح ولا لا يعني بتساوي 180 ناقص 130 يعني 50 درجة تمام ناخد كمان مثلث بنحكي في عندي هاي هذا المثلث في عندي هون الزاوية سين وهاي الزاوية 35 وهاي الزاوية 20